مقدمة في أورام الدم الحادة Introduction to Acute Leukemia أورام الدم الحادة هو أحد أنواع سرطانات خلايا الدم والأنسجة التي تنتج خلايا الدم تتمثل خطورة هذا المرض أنه ينمو ويتفاقم بسرعة كبيرة جداً وقد يهدد الحياة لدرجة كبيرة في الشخص السليم تنشأ خلايا الدم في نخاع العظم كخلايا جذعية وتنضج لاحقاً لتشكل أنواع مختلفة من خلايا الدم كرات دم حمراء، كرات دم بيضاء، وصفائح دموية ومن ثم تنتقل إلى مجرى الدم لتقوم كل منها بوظيفتها أما في الشخص الذي يعاني من أورام الدم الحاد فيبدأ نخاع العظم بإنتاج أعداد كبيرة من خلايا الدم البيضاء غير ناضجة تسمى بي بلاستس والتي تدخل إلى مجرى الدم هذه الخلايا غير ناضجة تعمل بسرعة على مزاحمة الخلايا الطبيعية في مجرى الدم مما يعيق وظائفها من منع حدوث فقر دم وإيقاف النزيف ومحاربة العدوى وبالتالي يصبح الجسم غير محصن أما عن أسباب حدوث أورام الدم الحاد فلا أحد يمكنه تحديد الأسباب بشكل قاطع إلا أن هناك بعض العوامل الخاطرة والتي قد تزيد من فرصة الإصابة به ولكن هذا لا يعني بالضرورة إصابة الشخص بأورام الدم وتتمثل هذه العوامل فيه التدخين التعرض بكثرة لمواد الصناعات الكيموية مثل البنزين التعرض لمستويات عالية من الإشعاع استخدام أنواع معينة من أدوية العلاج الكيموي كما أن الأشخاص الذين يعانون من متلازمة خالل التنسج النقوي ميلودس بلاستيك سندروم أو أنواع أخرى من الطرابات الدم فلديهم فرصة أكبر للإصابة بسرطان الدم أما عن أعراضه فتتمثل فيه أشعور بالتعب والضعف فقد الكثير من الوزن دون سبب فقدان الشهية سهولة حصول الكدمات علامات النزيف العدوى المتكررة حمى أو تعرق ليلي غير مفسر انتفاخ العقد الليمفاوية خاصة في الرقبة وتحت الإبط انتفاخ وانزعاج في البطن كيف يتم التشخيص من الإجراءات الهامة في تشخيص أورام الدم الحاد ما يلي فحص خزعة النخاع العظمي وهي أشهر الفحوصات لتحديد نوع سرطان الدم فحوصات الدم ومن أهمها فحص تعداد الدم الكامل سي بي سي وفحص وظائف الكلة ووظائف الكبد وتحديد مستوى حمض اليوريك فحص مسحة الدم تحت المجهر للبحث عن أي خلايا سرطانية ترجمة نانسي قنقر